أعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بكم النهاردة فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج أنا مريم توقعات الأحد الموافق 18 يونيو 18 حزيران 18 ستة الفين 23 هيتعرق كل شغلك النهاردة للاختبار في اليوم ده لكن ما فيش داعي انك تتوتر حتى لو كنت قادر تظهر المعرفة السليمة تختبر كل ده حتى في حياتك الخاصة وفي الحالة دي لازم انك تدافع عن وجهة نظرك ما تفقتش تركيزك بالذات على هدفك الحقيقي لازم تاخد قرارات صعبة في اليوم ده ممكن تتغلب على اي مشكلة صحية بالراحة الحياة مش منافسة لازم دايما نبقى بنحارب جهدين عشان نفوذ نظم شؤونك المالية أبطر قيم حساباتك وامتنع عن اي مخالفات قانونية ما تهملش واجباتك حتى لو حسيت انك تعبان وممتوتر قدامك النهاردة طريق سالك جدا فيه استقرار حلو في العلاقة العاطفية عندك حاول بس تتجنب اي خلافات وتبعد عن كل الحاجات اللي ممكن تبقى بتوسيق ليك اتخلص من كل حالات القلق مش بس انك تبقى دايما الامور تاخدها سهلة خلي الحاجات اللي بتبقى بتزعجك وبتسبب ليك قرق ومش قادر تحتملها تنشها الفترة دي هتحصل النهاردة على سكينة انت بتتمناها وصفاء ذهني واضح جدا كنت دايما بتدور عليه من خلال الاول اللي بتبقى داخلية عندك اللي بتبقى بتنبع من ثقتك والنزاهة اللي انت بتتمتع بيها هيتلب منك حد من اصحابك القريبين او حتى زملائك في الشغل انك تساعدوا وتعونوا فما تتأخرش عن انك تساعدوا قدر الامكان من غير ما تنشغل عن سعيك انك توصل لاهدافك ما تترجعش قدام الدغوط اللي عندك لانك بتمتلك القدرة المناسبة علشان تواجهها مهما كان حجمها هتتغلب عليها وهتبرن لكل الاشخاص اللي حواليك اللي انت قدامك في الفترة دي هتزداد الغيرة اللي عندك وهتتجاوز الحدود هتبقى مؤزية جدا ليك وهتبقى بتقدي لعواقب كبيرة ومؤزية في العلاقة مع شركك كل ده هيستدعي الحضر الشديد ما تاخدش قرار نهائي النهار ده خاصة لو كان فيه توقف عن ممارستك للرياضة لعمك للأسف هتبقى انت الخسرون لو اخدت القرار ده انت قوي جدا مسيطر جدا لكن ممكن تزهج في بعض من الاوقات حتى لو كان من قوامر رؤسائك في الشغل اما بالنسبة ليك هتمر بيوم كويس بيحمل ليك تقدم واضح لكن لازم تبقى بعيد عن قيادة اي عربية في اليوم ده لان السرعة والتهور فيه ساعات المساء ممكن تبقى بننجم عنها مشكلة كبيرة وحادث لا قدر الله واحنا مش حابين نقع في موقف زي ده هينتقى المركور لبرجك لعشان يسهل ليك الاتصالات هيكون تحليلك واضح جدا للأوضاع وصائب لان الفلك هيطلب منك ضبط عصابك وما تنفعلش علاقتك مميزة جدا مع شريك حياتك وده مرض واضح لانك تتفاهم معاه وانت واضح معاه في كل امورك الصراحة ناصعة جدا ما بينكم شهر حزيران هو شهر النشاط والحركة عندك هتقوم بمشاريع ترفيهية واضحة هتستفيد منها بقدر الامكان في يوم مجدى وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش يريد تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معي ونوصل القناة لمية الف مشترك انا بكبر بيكم وبدعمكم لي